نعم هناك نقطة يا دكتور سمير تحتاج ربما إلى إضاحة لسهد المشاهدين وهي أن الولايات المتأرجحة الستة تمتلك ستة وستين صوتا من أصوات المجمع الانتخابي نعم نعم أسمعك نعم أسمعك نعم دكتور كنت قد سألتك عن أن نعم سمعت السؤال تفضل تفضل نعم بالحساب الرئيسي نعم هذه الولايات الست لا تزال ولايات متأرجحة وجرت فيها أيضا يعني معطيات جديدة تشير إلى أن حالة الاحتدام بين الطرفين تزداد ولكن أيضا هناك ولايات إضافية يمكن إضافتها إلى الحساب مثل ولاية نورث كارولاينا وولاية بنسلفينيا لأنها أيضا يعني تظهر ملامح بتبديل مواقفها التاريخية وبالتالي أعتقد أنها ستتحول أيضا إضافة للولايات المتأرجحة الستة إلى ساحة للمعركة الانتخابية ساحة كما يقولون كسر العصى بهذا المعنى هذه التحولات لها أهمية كبيرة ويجب أن ندرك بأن هناك عدد من العوامل الديموغرافية والسياسية التي تلعب دور في هذه المرحلة في مرحلة معينة النقابات العمالية في ويسكنسون وفي ديترويت وفي غيرها من المناطق والتي كانت تشعر بأنها قد همشت بسبب تصدير الصناعات الأمريكية إلى الصين صوتت لترامب بشكل واضح تماما في مرحلة معينة ولكن لاحقا في مراحل لاحقة تمكن بايدن من إعادة جذب النقابات العمالية لصالحه هذا أحد المؤشرات التي توحي لنا بأن عملية إعادة الصناعة من الصين إلى الولايات المتحدة والنهوض بمصالح العمال في الولايات التي لها تقاليد صناعية عريقة كثير من هذه الولايات تعتبر ولايات متأرجحة هناك أيضا التحول الديموغرافي كما تفضلتم اللاتينيين وهناك تحول أيضا في موقف السود في هذا المجال في فيرجينيا على سبيل المثال وفي أيضا وفي جورجيا القاضية السوداء التي تخوض المعركة ضد ترامب لها دور قيادي أصبح في تجميع السود حول الديموغرافيين وبالتالي نعم هناك عوامل ديموغرافية متعلقة بالتكويل العرقي وتحول وأيضا هناك عامل آخر متعلق بالشباب الشباب بشكل عام في الولايات المتحدة الأمريكية يتجهون نحو مواقف أكثر تعاطفا مع دور أكبر للدولة مع دور أكبر لقضية حقوق الإنسان والمساواة وحساسية أكبر لقضية العدالة على العكس من ما يطرحه المعروف دكتور سامير في ضوء هذه الصورة هذه الولايات المتأرجحة بهذا التوصيف تصب في مصلحة من أكثر؟ الحقيقة أنه ليس من الواضح تماما لأنه على سبيل المثال الاتجاه العام هو أقرب باتجاه بايدن ولكن أعتقد أن اللعبة الآن في أمريكا تتغير كما اتضح في انتخابات النصفية السابقة لعب المستقلون دورا رئيسيا في عملية التصويت وهؤلاء المستقلون الذين لا تشملهم استطلاعات الرأي هم الذين رجحوا النجاح الذي حققه الديمقراطيون في انتخابات الكونغرس وهذا يدل على أن هناك ميل عام لدى الجمهور العام غير الحزبي في الولايات المتحدة الأمريكية للتوجه للتصويت نحو عوامل الاستقرار ولذلك في اعتقادي أن ما قام به بايدن اليوم من الإعلان عن حزمة جديدة بمليارات الدولارات من أجل دعم الاقتصاد أيضا تصبح في ذات الاتجاه وهو يراهن على هذا التوجه بشكل أكبر من أي وقت مضى دكتور سمير فيما يتعلق بمسألة تطبيق تيك توك الصيني وموقف ترامب منه الآن يعني الآن هو ترامب يعارض إحالة قانون لحظر هذا التطبيق على الرغم من أنه وهو في الحكم كان يدعم هذا الحظر يعني هذا يظهر نوع من الإرباك في رأيي أنا في الموقف الذي يتخذه ترامب ليس فقط فيما يتعلق بتيك توك هو هاجمه مباشرة وهاجم صاحبه وكاد أن يعتقل صاحبه في الولايات المتحدة الأمريكية في ظل رئاسته الآن هو يشعر بأن بعض أوصات السوشال ميديا وصائل التواصل الاجتماعي قد لا تلعب لصالحه وبالتالي هو يتراجع الأمر في اعتقادي ليس له أهمية بالنتائج النهاية بمعنى أن الكونغرس أعتقد أنه سيمضي بشكل متسارع في اتجاه منع التطبيق ولكن هو يدل ذلك على أن التوجه السياسي لترامب لا يزال غير متبلور لكن هو اتهم دكتور سمير فيسبوك مباشرة بأنه من الممكن أن يتدخل في حسم الانتخابات أو مصير الانتخابات يعني ما هي حقيقة هذا الاتهام من قبل ترامب لوسائل التواصل وعلى رأسها فيسبوك يعني أنا لا أريد أن أقول أن فيسبوك سيتدخل وتويتر لن يتدخل جميعهم سيلعبون دوراً ديميعهم لديهم ألغوريتمات متسلسلة منطقية برامج منطقية يمكن أن تستخدم لعملياً التأثير في الرأي العام ولكن الآن تتجه الأمور في الولايات المتحدة لنوع من التضييق هناك رأي في فيسبوك على سبيل المثال بمنع الدعاية السياسية نهائياً في هذه الفترة بهدف قطع الطريق إلى أن يجري التحضير بشكل أفضل لضوابط وقوانين تمنع اللعب بالمعلومات، تمنع المعلومات المزيفة والأفلام المزيفة وأيضاً تمنع التأثير، ألغوريتمات التأثير في الرأي العام دكتور سمير لم نسمع هذه المرة عن تدخل روسيا في الانتخابات يعني لعلك تذكر في الانتخابات السابقة كيف اتهمت روسيا أو اتهمت ترامب روسيا بالتدخل في الانتخابات عملياً في رأيي أنا بوتين بالفترة الأخيرة أعلنت ترجيحه أو ميله نحو الرئيس ترامب ولكن أعتقد الآن الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية تبدل من وجهة نظر أنه سيكون هناك الكثير من الحزر واليقظة فيما يتعلق بالتدخل وفي اعتقاده ستكون هناك تدخلات من عدد من الدول ذات الاهتمام بالوضع الداخلي ونتائجه ولكن لن تكون بأي شيء مقياس من المقاييس لها أبصمة بالشكل الذي كانت فيه في عام 2016 دكتور سمير يعني أسألك سؤالاً أخيراً وربما يكون سؤالاً افتراضياً ماذا لو جاء ترامب؟ هل بالفعل خريطة العالم سيتغير؟ يعني مثلاً هو قال إن حرب أوكرانيا إذا جئت سأنهيها في دقائق هذه واحدة هل مثلاً الوضع في غزة الآن سيتغير؟ يعني أولاً أعتقد بأن موقفه شعبوي بمعنى أنه يتحدث اليوم عن شيء معين بهدف جزب الجماهير والتفاف الناس حوله ولكن من الناحية العملية لا يقوم بشيء فعلي أضرب مثالين رئيسيين حين قال أنه سوف يقوم بحل مشكلة كوريا الشمالية بجرة قلم وللأسف يعني التقى بالرئيس الكوري الشمالي ولكن بعد سلاسة أشهر كانت كوريا الشمالية تضع صواريخ بعيدة المدى تصل إلى سان فرانسيسكو على بواب سان فرانسيسكو ولذلك المشكلة ليست هي في النواية وإنما هي في القدرة على إدارة عملية دبلوماسية معقدة على سبيل المثال الآخر هناك أيضاً الصين الرئيس ترامب تحدث بشكل قوي على حدث الصين ولكن لم يكن لديه برنامج اقتصادي أولاً لسحب الصناعات الهامة والستراتيجية من الصين ولم يكن لديه برنامج فعلاً للمقاطعة وحين قام بمقاطعة الصين في مجال فلصوية على سبيل المثال وهي غيزاء الخنازير في الصين عملياً أدى إلى ضر كبير للمسارعين الذين كانوا يصوتون له أما بايدن في اعتقادي يعني الرئيس الذي اتخذ أكثر التدابير قسوة مع الصين وفيما تعلق بفك الاشتباك الاقتصادي مع الصين هو الرئيس بايدن لذلك أنا أعتقد الكلام الانتخابي الآن لا أراهن عليه بأنه سينعكس بسرعة ولكن بلا شك أن المؤسسة الوطنية الأمريكية تتحسى بالاحتمالات مجيء رئيس ليس لديه أجندة واضحة ويعني يتحدث عبر التويتر لا ننسى بأنه كان يتخذ قراراته الرئيسية ليلاً عبر التويتر وهذه الانفعالية في العمل باعتقادي قامت في الفترات الأخيرة المؤسسة الأمريكية بلجم ذلك بتقييد مستوى المعلومات الذي يصل إليه وطد تقييد حيز القرار المتاح له نعم شكراً جزيلاً لك دكتور سامير التقي مدير معهد الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية من واشنطن